مبروك عليك ويعني العيد دائما عندنا يكون غير فعيدنا ما يكتمل من غير شاهدوا المحتوى الغني والرائع اللي قدمه نقدمه بالعيد وكل التفاصيل مع طارق يسعد صباحك صباح الخير يا هو طارق يعني أنت من الجيل اللي بعد بعدي يمكن يعني لسه لا بعدي خليها بعدي يا طارق فأنتم ذكرياتكم غير ووش أكثر شيء أنه تتذكره في العيد يعني أنت لسه صغير فالعيد عندكم مختلف نختلف حتى الأجواء بسوريا مختلفة بالعيد يعني بتذكر أنا وصغير كنا الصبح نوعا كتير بكير نزور المقابر بعدين نزور بعض عادات غريبة شوي بس بالنسبة للمشاهدات يعني مدرسة المشاغبين كلها تنربين عليها سواء نجيل اللي بعدها انت الغريب يا طارق خلينا نشوفوا شعندنا في شاهد كمان شاهد كثير مسرحيات كثير أفلام وكثير كمان مسلسلات وحلو أجواء العيد لما نتجمع ونشوف بعض الأشياء تعطي نوش الجديد نبتدي مع الفين الكوميدي تمسيح النيل هلفين من بطولة النجم خالد الصاوي سوزان نجم الدين بتدور أحداث الفين بإطار رحلة على سفينة بالنيل حيث تحدث عملية نصب غير متوقع عفوا لأحد الركاب وبتتوالى بعد الأحداث بإطار كوميدي للكشف عن الحقيقة فخلينا نحضرها الفيرومو مع بعض لنأخذ فكرة أكتر أنا عايزكوا تعتبروا المركب دي عالم جديد هتتفوته عالم مفوش مشاكل ولا حمال الحب الحقيقي بقى نادر جداً في الأيام دي بستعرفي إيه هو اللي تهدر فعلاً إيه أعز أقول لك إن بحيب لكم وقدرش استغنى عني وإنت عرفنا إن دكتور حد حبيته في حياتي تعرف إنها أحلى حاجة في كده أحكيتك من الواحد يدقى الجمال والعقل في إنسان أحضر إنت الجنين كيه شغالة مع شامل لون وخيفة من أمير هو حددك كبتان؟ لا أم بس أنت مش مرتمية بنفسك أحقاً فين بيحكي على النيل كثير حلو وكوميدي يعني أجواءه رائعة حلو فش رأيك بالأفلام الكوميدية بشكل عام؟ أنا كثير أحب الأفلام الكوميدية صراحة ويعني أدخل معها جولها مودها يعني خاصة في جمعات العائلية يكون حلو أن نشوف شيك مية بالمية وبحسب العيد كمان الكوميدي هو أكتر شي ممكن يرباح وخصوصي مع المسرحيات فنتابع مع مسرحية محظوظ ومبروك بعرض أول على شاهد في آي بي من بطولة النجم طارق العري وشاهد سلمان ونخمة من نجوم المملكة بتدور عادات المسرحية بإطار كوميدي طريف حاول رجل يحثر على مصباح ثحري وعندما يلمسوا يزله الخادم لجواله وخام كل أماني وأحلامه وبتدى الرحلة عدى منهم بتدور فارقات عديدة في الموضوعات المطروحة دعونا نتابع مع بعض Australia SO磨� أروا واحد بجليت؟ أسمعك، سمعنا وأغناء كيف جمع الممكف التعلمه وكان هنا إ Kollandra feastобщي korkoi أعطي أبقيت لكي تأهمك ist realistic إنها ميور تنتدي كابلِ الأظفر وضعت هذا هذا يعني يليس والله يا طارق وحلو المسرحيات كمان الكوميديا خاصة لو حضرناها في المسرح ولكن الآن شاهد طبعا يعني مكفي وموفي لو طلع لكم أصباح السحري شو بتنتمني يا الله بيتعب والله عندي أمنيات مرة كبيرة يا طارق بعدين منهك فيهم يبغالها هذه حلقة كاملة ومنياتي وكمان من عروض شاهد الأولى فيلم حامل اللقب هالفيلم بطولة دينا الشربيني وهيشام ماجد بيحكي عن قصة يحيا واللي هو لاعب كرة قدم وزوجته مسك اللي بتعمل كطبيبة أمراض نسائية بيسعى الزوجين لسنين عديدة لأنجاب طفل ولكن للأسف ما بينجحوا بهالشي لحد ما يصير معهم موقف جدا غير طبيعي وبيتعرضوا لكتير من المواقف الكوميديا كنت عايز أعرف بقى لكم كم سنة من دوزين ثلاث سنين وسبعة شهور وثلاث أسابيع وثلاث ساعتين في السنة دي انت لعب 16 ماتش في الدول لقد جبت شوالا جول وانتفيت على الحجم الرابع بيعمل ما يصبح الحجم الرابع حتى تتخلق معي أنا معي مدير أعمال فاشل أنا نفسي بقوم زي أي ستة في الدنيا نفسها تبقوم بنا عطعة الخالف دينا متجوز برنتر عمالي نزل في عيالي لماذا كنت عايز تتقدمي قتلك تعالى قابل بابي في نادي السيارات وكنت فكروا مع عرض عربيات أيوما اللي سمنا دي السيارات ده بيهزر برضو ماهنت لو كنت اعتذرت من الأول ما كانش كل ده حصل وانا كنت عارف يعني اللي الموضوح هيكبر كده وحاقدت شتم في كل حتة إله الدق من الواجع اللي بنشوفه واللي فينا يجي فيك يا راض ينت بتعمل إرفع كثير صراحة وحتى الممثلين الموجودين كثير في خف الدم وحلو الأجواء الكوميدية في العيد والحين كمان حتى في السينما يعني فيه أشياء مرة كثيرة كوميدية فإن شاء الله بنتابع يعني هذا الفيلم لازم أشوفه كثير حلو كثير مهضوم وشوفيلي هالفين من جاية رائع أخيرا مع العرض الأول لفيه مسلام بالشوكولات أو بيس باي تشوكولات وهو آخر أعمال المخرج السوري الراحل حاتم علي اللي شارك بهالفين كممثل إلى جانب النجمة يارا صبري وعدة وجوه عالمية هالفين المأخوذ عن قصة واقعية بيحكي عن رحلة لجوء عائلة سورية إلى كندا وبتحقق بعد فترة وجيزة من رحيلة نجاح كبير بمجال صناعة الشوكولات بعد ما استقرت بمدينة نائية وبعيدة عن المدن الكبرى فخلينا نروح مع بعض ونتابع مختطفات عن البرومو لها العمل أنا كثير أحب الأفلام أو المسلسلات التي فيها قصة واقعية يعني تحاكي الواقع أو هي قصة صايرة فتقول لي تبكي كثيرها والله أنا حضرت وما قدرت أمسك حالي يعني أنا على الجوي وأجوائي أقوم بالضايقة وأشوف شيء بس حلو أنه نتحرك مشاعرنا وخاصة هذه القصص الواقعية أنا كثير يعجبني أني أشوفها لأنه فعلا نشوف شيء نهايته حقيقية صحيح وكثير مبساطة أنه عم نشوف الراحل حاتم علي بهذا الفيلم كيف مسى الآخر مشاهد بحياته فجدا رائع الله يرحمه يغفر له وشكرا لك طارق اليوم عندنا أكلة غريبة صحيح أكلة غريبة صحيح 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 صحيح